بسم الله الرحمن الرحيم نستخدم الدولة الإجرائية ونستخدم الدولة الإجرائية نفهم هذا النيتف نشتغل ازاي عشان لما نيجي نخش على الستاب التانية اللي هي الابجيكت اوريينتد بروغرامنج نبدأ نفهم الفوارق او الفرق ما بين انك شغال نيتف وما بين ان انت شغال ادفانسد وبتشتغل اوبجيكت اوريينتد بروغرامنج وكمان بتشوف مدى السهولة اللي انت هتلاقيها اثناء عملك على الابجيكت اوريينتد بروغرامنج لكن لازم نعمل براكتسينج على النيتف عشان نقدر بس نوظف الحاجات اللي خدناها قبل كده بداية بقى من الكاستنج او البياريبولز مع الكاستنج او الديتا طايب كونسبت اللي احنا خدناه سيشن الديت الفايل مانجر الكوكيز نعمل شاشة لوجن شاشة روجستر شاشة او نعمل نقرد اوبريشن نقرد ونقرد ونقرد وندليت نقرد نعمل ازاي ديتا كتيرة ونعمل عليها باجينيشن عشان نشوف ازاي احنا بنبني الباجينيشن جوة الابليكيشن او البروجيكت بتاعنا باسلوب لطيف نتعلم بس يعني ايه باجينيشن صفحات متعددة وازاي بنعمل وازاي ان احنا نقدر نوظف الامكانيات اللي في ادينا نشوف ازاي بنعمل الريليشن شب مع الجداول ببعضها يعني مثلا نعمل جدول اليوزرز ونعمل هاشنج للباسورد وازاي نفريفاي الباسورد ده ونتأكد انه هو فعلا ماتش مع الباسورد اللي اليوزر مدخله بعد كده هننتاقل بعد ما نخلص التدريبات دي او البارت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده بداية من الدرس ده ليه الدروس اللي جاي لحد ما ننتهي لاخر بيج هنبدأ نخش على الابجيكت اوريينتد بروجرامينج وبرضه هنطبق عليها اللي احنا خدناه ونعمل برضه براكتسينج بحيث ان احنا نتضرب ويبقى عندنا سكيل لطيفة تخلينا بعد كده نبدع في شغلنا في المستقبل كمان هنشوف بعديها البقى البي اس ار وبعد كده هنخش على الديزاين باترن ونخش على الالجوريزم ونعمل شوية الالجوريزم وطبعا انت كده كده اصلا في الناتفين هنعمل الالجوريزم خفيفة بحيث ان الالجوريزم دي ممكن تكون mathematical algorithm او string processing algorithm او حتى بتمانيج الديتا اللي طلعة من form في الHTML وبتمرر الديتا دي للSQL ومن الSQL بتوديها على الديتابيز والامور تبقى عندك لطيفة وما فيش اي مشكلة طيب هنبدأ ازاي احنا هنبدأ نعمل البروجيكت بتاعنا وهنحط نفس الديتابيس فايل اللي احنا عملناه بنفس الinformation ما فيش اي تغيير فيها لكن هنبدأ نعمل الملفات بتاعتنا ونعمل helper file نحط فيه ال custom helper function بتاعتنا اللي هنستخدمها بقى في create وفي ال update وفي ال delete وفي ال show وكمان وشوية حاجات لطيفة بس native وخلي بالك مش معنى ان احنا بنكتب native يعني انت تروح تكتب native في بقية المشاريع لا ده كده كده اصلا هتوصل لمرحلة انك لما تيجي تشتغل على free work اه شهير مثلا زي لارافل هتبقى اصلا عارف الحاجات دي مبنية ازاي بس احنا هنا بنعمل ده عشان ناسس المعلومة ونوظفها صح جوا دماغك او بنعمل ده عشان احنا نوظف المعلومة صح جوا دماغك فبالتالي انت هنا ال connection اللي بتحصل بتحصل على procedural function وبرضو نفس اللي احنا بنعمله هنا حليقدر نطبقه برضو مع ال object oriented programming سواء كامل mysql i instance او بال pedo instance بس لازم اعرفك الدولة الاجرائية عشان تبقى عارف الفرق ما بينها وما بين ال oop object oriented programming فيلا بينا نشوف ازاي هنعمل ملفاتنا ونقسمها بشكل لطيف وازاي نعمل ال connect بتاعتنا ونعمل الدول اللي احنا محتاجينها والالجوريزم اللي احنا محتاجينها فبالتالي انا عندي ملف ال connect زي ما هو وعندي ال database وعندي كل الكلام ده فانا هعمل ملف اساسي يخليني اتصل مع ال database واعمل ال close بتاعتي في النهاية وابدأ انا في كل فايل مجرد من انا ارن فايل واحد وابدأ انادي على ال helper function بتاعتي اللي هتخليني بعد يعني كده كده انا هعمل close ال connection بتاعتي لكن انا بتكلم انا عندي ال database وعندي ال connect فمحتاج بقى اقسم واعمل كل الحاجات بتاعتي ونعمل شوية حاجات بقى ونشوف ال final بتشتغل ازاي الحاجات اللي هي ليه علاقة بال اه ال throw exception والكلام ده ونفهم يعني ازاي اه نعمل اه catch لل error ونتعامل معاه والكلام ده كله لكن خليني بقى امسح كل الكلام ده وانا هبدأ بقى انصق الدنيا بتاعتي مبدأ اياه انا عندي ملف folder config هعمل folder جديد وحسميه وليكن مثلا اه includes مثلا اوكي في includes folder هبدأ انا احط فيه بقى اه الحاجة بتاعتي اولا انا هسمي الفايل ده main file dot php ده انا هسميه مين ممكن هسميه app خلينا اقول انه هو app ففي ال app ده بقى هنقلنا بقى ال connection بتاعتي كل لازم هي كده بس هاجي اه هعمل back على config folder ليه عشان انا بخرجه بجيب ال dire لحد او direction او directory لحد فمحتاج اخرج خطوة للخلف اوكي ممتاز فبعد كده انا محتاج بقى طبعا انا عندي ال connect ممكن ااخده برضو في ال app هنا عادي عادي جدا فاشا اي مشكلة خالص واعمل close connect فخلينا الاول كده اقول ان انا عايز اعمل require require once اوكي require once ده بقى الايه لل 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 فايل ال app فهقوله على ال diar اللي انا فوقف فيه ادخل على include وهتلي من include app.php تعالا نشوف مفيش اي مشكلة وال connection لطيفة حتى لو جيت هنا عملت echo it works مثلا works لطيف جدا فهيقول لي ان هو it works والامور تمام فكده انا جاهز ال connection فمحتاج بقى كل حاجة ان انا هبدأ ارص كل الملفات بتاعت في ال app ده ازا native file وابدأ انا من بداية من ال index ابدأ احط الحاجة اللي انا عايز زي مثلا انا عايز اعمل helper function لل add وال edit وال delete وال show وال الحاجات دي لل single row ولل feature data اللي احنا شفناها قبل كده فبالتالي انا هعمل هنا file جديد هسمي helper.php في الفايل ده انا هبدأ اعمل function وحستخدم function not exist عشان وقت الطلب يتم تشغيل الفايل دي فبالتالي هقول له f ان not function exist يعني اذا كانت الدلة اللي انا هقول بقى ان هي اسمها create اوكي وممكن اقول db underscore create بالشكل ده اعمل لي function اسمها db create اوكي وهاخد data اللي رجعة as array هخليها اجباري على تكون array وهقول data بالشكل ده عشان في النهاية هي هتخرج لي array associative array فبالتالي هستخدم my sql i اوكي وهقول له query وهبدأ بقى ارص الحاجة بتاعتي طيب ففي النهاية هجيب ال last id وابدأ اشتغل عليه طيب ممتاز جدا قبل ما ابدأ اعمل الكلام ده خليني بس اوقف هنا هقول ان ده و هروح على الاب هعمل include load لل helper helper dot php بس هقول ال diar برضو على نفس directory بتاعي لي عشان ما يحصلش عندي اي مشكلة فهبدأ اجيب ال connective variable ده هشوف هل ال connective variable ده اقدر انادي على جو ال helper اه طبعا يعني ما فيش اي كلام فلما اجي هنا هعمل var dump اوكي var dump ممتاز وهاخد db create هنا بيقول ان ال connective ده undefined اوكي طيب قبل ما نشوف ال connective ده undefined او لا المفروض ان هو هاجي هنا هقول له في في الحتة دي كده بقى هقول له ان انا محتاج اقسم اولا انا عندي اهو ال connection بتاعتي ممكن اسحبها في اي حتة تانية مسلا جو الهي المفروض اوكي ممتاز عشان كده 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 هو اصلا ال connective ده هو global variable فقدر انادي عليه يعني خلي الحاجة دي زي ما هي ما فيش اي مشكلة واجي استخدم بقى السيرفر فاكرين السيرفر اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده هقول server server او global عفوا global اوكي هقول global وحاجيب ال connective variable ممتاز فاول ما هاجا اقول له انا عايز اشغل ال db create وهحط ال rafaudia دلوقتي اوكي ونشوف كده اه اشتغلت ال connective موجودة وزي ال full وما فيش اي مشكلة هنا قال لي ان انا عندي مشكلة في ال line 8 لان انا المفروض بيرجع عندي اه مفروض لا هو بس هنا بيقول ايه خلينا نشوف نرى ال air كويس مبدأين اتفق ان ال connective موجودة جابها وما فيش اي مشكلة خالص لان ده global variable فطبعا ال function عشان اجيب منها global variable او ان انا اجي هنا اقول له global واجيب ال connective عادي جدا فقدر اجيبه برضو من برة طيب انا كده كده بجيبه منين من ال app لان انا عامل include ال app وال app كده كده هو عامله run جوا ال index فالامور عندي لطيفة ومظبوطة فبالتالي برضو هيجيب ال connective بتاعي دي رقب واحد رقب اتنين انا بيقول ان هو في return value لازم تكون راجعة لها دي خلينا اشيلها خالص ميعمليش ال error ده اوكي اذا connective كده موجود في الحالتين كده موجود وكده موجود فانا ممكن اعمل بقى حاجة لطيفة جدا اولا انا ممكن اشتغل واخلي في global اقول global بالشكل ده او global بالشكل ده مع كل function وممكن اعمل متغير هنا برضو بس برضو هضطر النادي هنا ان اقول global فانا ممكن بقى عشان ما اعملش اكتبش اكواد كتيرة ممكن اقول global وهاقول هات ل connect وابدأ اشتغل زي ما انا عايز عظيم جدا فكده اموري لطيفة تعال بقى نبدأ نشغل الدنيا بتاعت اولا انا محتاج اجيبيه ال connect وجابته فهنا عندي ال SQL اكتب عليه الكويري بتاعتي احنا منجاهز لحد دلوقتي عمليني جاهز في ال procedural custom function على او using procedural internal function يعني انا بستخدم بصغر الكتابة للكود عشان اعمل كويري مختصرة مجرد ممرر الري بتاعت هنا وديله مثلا ال name وحطله ال value من غير بقى مكتب كل الكويري دي من اول مرة وخلاص على كده فمبدئيا انا محتاج اعمل create والcreate ترجع لي array فيها data فمبدئيا انا هنا هبدأ اجيبي ال array دي واعمل لها for لان هي مفيد ان هي array فهبدأ كده خلينا نقفل بقى عشان نشوف ازاي هقول insert insert into هلين اقول insert into وهاجي هنا هقول له table بالشكل ده عظيم فهبدأ اجيب table عظيم فبعد هقول له for each for each وهبدأ مع كل مرة هجهز columns هقول columns نعود نفسنا بقى على concept اللي انا هعمله الوقت columns بشكل منفصل وال values بشكل منفصل احنا اجينا في for each قبل كده وقولنا ان انا اقدر اجيب key والvalue من الاراي باللوب for each عظيم جدا فاولا انا عندي columns محتاج ان انا كل مرة يلف يضيف لي على column دي قيمة والقيمة دي ابدأ اعالجها وتعامل معها عظيم جدا فباجي هنا هقول ان انا عندي columns ضيف عليها نركز بقى مع بعض الkey وهنا حطلي بعديها فاصلة بالشكل ده نفس الكلام هيبقى مع الvalue بس خلينا دلوقت نشوف columns ومحتاج بقى ان انا اعمل override على columns دي يشل لاخر فاصلة بس الاول خليني هنا اعمل echo بالشكل ده كده عشان يجيب لكل columns اللي جاي من الدي الدي اللي هتيجي من هنا ممتاز جدا فبالتالي لما اعمل refresh هيدين هنا error عشان في argument عندي نائس اللي هو table فهجي اقول ال users table ممتاز فبالتالي اهو name وحط اللي فصلة لو جيت بقى على التزود هقول ايميل وهحط الايميل بتاعي اوكي هيقول الايميل فطبعا هنا هقول مثلا php php.net اوكي وهنا هقول php anonymous وده شغل تنامر محدش اركز معك فبالتالي هنا عندي column بتاعتي gazet بس انا محتاج عليها كمان مرة ليه عشان اجي اقول r trim احنا اتخذنا r trim قبل كده وقلنا ان هي بتيجي من الشمال بتشلي اخر character انا عايزه فاحنا اتفق ان اخذنا l trim left trim and right trim يعني من اليمين هيشيل الفاصلة دلوقتي فلما اجي اعمل refresh ما شلش حاجة لانا ما عمزتش echo طبعا echo echo انا اشعرف اكتب echo الصراحة طيب ممتاز اهو طبعا لل name وفاصلة اليميل ممتاز perfect فمحتاجين لنفذ نفس الكلام ده بقى مع values فاجي هنا عند value ممتاز على values variable عظيم وهاجي نفس الكلام بس خلينا دلوقتي من values انا محتاج بقى اعمل حاجة ان انا احط values دي في single quits بالشكل ده وبعد single quits فاصلة بحيس ان انا برسم الquery بتاعتي عظيم جدا فبعد كده بقول خد يلا يا سيد ال values انا باش عايز اعمل فعلى طول كده بحط بس double quits بالشكل ده عشان وبعد الناس هتلاقوها بيجي يعمل بالشكل كده ويحط ال variable كده دي شغالة دي شغالة يعني معك دي ومعك دي انا بقى شخصيا بقى بقى افضل الطريقة دي فبالتالي لما اجا اعمل ايكو واقول values بالشكل ده حاجة برضو هادي نفس الكلام values اه فاصلة اليميل فاصلة برضو محتاجين لنفس الكلام ده برضو هقول عمل لي artrim عشان يشل الفاصلة اللي بعد اخر فاصلة في الكلام اللي ظاهرة عندي ده فلما اعمل refresh اه اذا كده الامور عندي اصبحت لطيفة فهنا بقى محتاجة كمل SQL بتاعت ان انا بقى هاجي هنا هقول كمل لي على كمل لي على SQL هقول بقى هو هنا ب insert into table محتاج اقول برضو بنفس اللي احنا اخدنا ممتاز values اه اروح بقى حاطت برضو في نفس انت بدأ تتفهم كده ربقى عملي بس هنا بقى انا احط single quits مش double quits لا هي هي جاية صح انا محتاج بس كمان هنا كمان اعمل double quits وحط values اذا نيجي بقى نتبع SQL variable نفس شوف بقى الكويري كاملة عاملة ازاي insert into users insert into users بس users لازق في العلامات بتاعت فمحتاج بقى ان انا space ممكن اجي بالشكل ده فالكويري عندي اصبحت ايه مظبوطة ما فيش اي مشكلة بس هنا هنلاحظ ان هو php dot net هي اللي موجودة بينما ال name مش موجود ليه مش عارف اه هنا values انا اخدت value عفوا values ايوها اهو رسمنا ال query بتاعتنا والامور اصبحت لطيفة انا اخدت ال value بتاعت فعملت لمشكلة فهو نبص كده هنلاقي ان اهو شغال ومفشاق المشكلة وال values وتمام زي الفل فهبدأ بقى خلاص انا بشكل ديناميكي خلاص بقى هروح عطة ال SQL بتاعتي عظيم جدا فمحتاج اجيب ال last ID فهجي هنا هقول query وهتلي my SQL خلينا هقول بلاش بلاش ال return دلوقتي هقول الاول query او بلاش query هقول my SQL i last insert ID فهقول insert 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 ID وهتلي query عظيم جدا تعال بقى نعمل return كده ونشوف هقول return وهبدأ في return دي بس اشوف ال ID اللي جاي هنا ده query وجاي كمان معاه العايزين من ال من ال فبالتالي بقى هعمل refresh هنا قال لي ان ال password مش مظبوط ال password اللي هو ال column ايو احنا عايزين بقى نحط ال column انا نسيت ان انا هنا عندي ray فنزود بقى تعالى لحط ال password يلا بالمرة ال password وقادي اخد 1234 ويلا الموبايل ان شاء الله ما حد احاوش موبايل وحط اي رقم كده خلاص طيب يلا بنا اهو المفروض ان هو ايو 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 ال data اللي راجعة اهو wk عشان الايميل طيب هقول له مثلا اي رقم اهو اربعة هزود بقى كمان مرة طيب خد صفر اهو خمسة وهكذا شايفين الكويري اصبحت مختزلة في هذه الفونشن اللطيفة فنقف لحد كده ونكمل مع درس اللي جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته